بالتأكيد يمكن الخبر اللي نقوله ده الحقيقة يعني بيساعدنا بشكل كبير جدا لأن الرجال اللي منتخبنا الوطني للكرة للطائرة فازوا فوز مهم جدا على المتخب الياباني صاحب الأرض وصاحب البصمة الكبيرة جدا في الكرة للطائرة بنتيجة 3-2 لكن لو بنكلمنا هوندا يمكن أقول حاجة سريعة أما بتشوفي الأرقام الشوت الأول 25-14 شوت الثاني 25-10 أن أنت ترجعي بعد كده وتوصلي لنتيجة 3-2 ده مجهود كبير لأن نفسيا نفسيا بيكون صعبة جدا 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 هي طبعا مباراة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد طبعا باريس 2024 في المنتدى تاريخية الحقيقة ويمكن كل الناس أكد على كده نحن طبعا عندنا عدد من لعيب النادي الأهلي في منتخبنا الوطني قدروا أنهم طبعا يحققوا طفرة كبيرة جدا في الأداء المميز جدا في ظل طبعا جمهور وصاحب الأرض والهتاف والحماس الكبير جدا فيمكن إن شاء الله بإذن الله بنتمنى لو بنذكر طبعا يعني منتخب مصر فاز مؤخرا بالبطولة الأفريقية التي أقيمت في مصر طبعا يعني هي المباراة الثالثة بالنسبة له هكون أمام مصربيا ودي مباراة صعبة جدا مباراة بكرة إن شاء الله بإذن الله سلوفينيا هتكون يوم 4 أكتوبر تونس هتكون يوم 6 أكتوبر وأيضا كمان يوم 7 تركيا ويوم 8 فنلندا كل توفيق لمنتخبنا الوطني بإذن الله إن شاء الله نقدر إن احنا نحسم التأهل لي أولمبيادة باريس بالجدية الكبيرة جدا جدا وبكل الكفاءة وبكل الإمكانيات اللي طبعا معنا إن شاء الله بإذن الله فيها ديها البطولة طبعا النقطة هتا كلمتي فيها تحديدا هي المنتجة دي أكتر حاجة أسعادة الجماهير بالمناسبة لإنت اللي ما تفرج علاماتش بعدين تلاقي إن الشوت الأول بتخسر الشوت التاني بتخسر وبفارق كمان في البوينت كبير جدا بعدين قدرت إن انت تعمل كامباك أكثر من رائع ده بقى ودي المتعة الحقيقية اللي إحنا شفناها أو إحنا كجماهير طبعا لهذا المنتخب المحترم قدرنا إن هو النقطة اللي أسعادتنا فهي دي الفكرة كلها فوضح إن لأ يعني في حاجات كتير إن شاء الله للرياضة المصرية حيبقى ليها بصمة كبيرة في السنوات كمان اللي جاية